أنا مستغرب في كيف يتحالفوا مع حفتر ويجيبوه لطرابلس لأنه أكيدة كان لها قايد عام عطيها له حكيها باشارة قايد عام قاعد خليفة حفتر قايد عام وزارة الدفاع يبي يختار لها خليفة حفتر واحد أو أبناء وتقريبا يبي يختارهم من الجنوب وهنيو لكن منهم منهم مما وزارة المالية وفي مشموعة حاجات هذين مكنا خليفة حفتر من أنه تواجد في طرابلس واللي ما حصلهاش بسلاحه وبجيته لما رجعتها طرابلس وانتصرت عليه وهللنا كلنا لأننا نحن نروا فيه ظالم حتى نحن غادي هجرنا نحن من برقة هجر 250 ألف دمر بنغازي دمر درنا هل هذين كلهم بسيطة؟ وكل يقول لك لا والله هذه مصالحة مش تول مصالحة المصالحة مازالت بعيد بين الليبيين مازالت فيها طريقة طويلة مش بسيطة أولا إلى أن نصل إلى رئيس منتخب ويضعان لها قوانين حقيقية والتحاور والليبيين في بعضهم قبل ومسالة المصالحة لكن تمشي يا باشاغة ومنا معها ممكن حتى استاذ أحمد ملك وكان يحسابها في الرجمة الليلة عرفت تمشي الخليفة حفتر وعزيز كان في مصراتها مثلا تباكا على العيالهم بدون حتى شيرتهم والله الناس اللي موتت نمشي وخلاص تبدير مصالحة مع من؟ تبديرها مع حفتر حفتر الكلام الصح هو عقيلة لأن هذا شرع عن الحرب وهذا إياهي وهذا جه هاجم طرابلس ترجمة نانسي قنقر